موسيقى 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 الإدعاء الأولى في تونس موسيقى هزيارة الثلاثة ولايتة الجنوب جمعنا الفرق التي تشتغل على مقاومة الكوفيد في متنين بش نزيد ونعمل تدقيق أكثر لاستراتيجية التقصي باعتبار الولاية هذه فيها عدد أكثر شوية من بعض الولاية الأخرى فحبينا نطوي الاستراتيجية متاع التقصي ويجبنا المستلزمات هذا التدقيق سواء كامل حيث التوثيق متاع الحالات والمعطيات التعمير فيش سانيتار باش يولي انفرماتيزية باش نربح الوقت لانه الان توسعت المخابر وكثرة العادات ووزعنا لطابلات هدوكم على كل من هو موجود في الخطة دي كذلك سنرسل مخبر متحرك للتحاليل لحلل ثلاثة ولايات وجبنا مستلزمات التحاليل لما يخلينا في ظرف ايام ان شاء الله نعملو قفزة نوعية في مزيد السيطرة على شبكات العدوى اللي قد تكون موجودة واحنا ما زلنا مناش عارفينها لانه قاعدين نلقاوا في حالات انتها عدوى ما هيش موفسرة ما تعرفش شكون اللي يعديها وهذا النتيجة لعدم تعاون المواطنين انه عندما يجيوا عواني الصحة يقولوش كون خلطة مع شكون قاعدة كذا كذا ما يعطيش بالدقة لازمة اما يعني سهوان او تهوانان او ربما حتى ايرادين يقولوك تنجرش عليها امور فهذه الاهم شيء يجينا عليه اليوم اللي هو للثلاثة ولايات متاع الجنوب زيارتي لمستشفى تطويني رسالة مساندة ودعم وافتخار بكل ما يقوموا به عوان الصحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية نحن كلا نعرفو الوضع مستشفياتنا اكتشفناها وربما التوانس اللي مزالوا ما اكتشفوش وكتشفوه بمناسبة هذه الازمة فان شاء الله ما بعد الكوبيت يكون هو عزيمة قوية ياسر لإصلاع قطاع الصحة العمومي بإذن الله سيد الوزير بيش يجيو خلال مدة قصيرة واليوم عرضنا على الاعوان الصحة عرضنا عليهم منهجية والالجوريتم في استعمال للتست ربيد نظومهم والتقنية الاصلية اللي هي البيسير في المخابر وحبين نبينولهم كما يعرفهم لكن اكدوا ان التست ربيد مش هي حاجة بسيطة كما الجليكوماتر معناها اللي تقيس بها الدم نسبرية الطريقة تشبه ولكن الريهان اخطر انك مش تكون الواحد رك لباس ولا مش لباس هذا يزم يقوم بيه وسط طبيع أعوان الصحة وذلك عليش احنا ما نحبوش نسايبوهم كما جاء بل يقعدوا كما المخبر هو في منظومة استشفائية يقعد التست ربيد ضمن المنظومة